شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة والتي تاتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابع والثلاثين لتحرير سيناء بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجلي بعنوان سيناء من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تضمن الأهمية التاريخية والاستراتيجية لسيناء كمسرح للدفاع عن أمن مصر القومي وإسهامات القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة لسيناء وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها اجتملت الندوة أيضا على محاضرة بعنوان سيناء في الديانات السماوية تحدث فيها فضيلة الدكتور سام الأزهري عن المكانة والمنزنة الرفيعة التي اختص بها المولى عز وجل سيناء فكانت مهدا للأديان ومسارا للعديد من الأنبياء في مصر واستعرض اللواء أركان حرب ناجي شهود الخبير الاستراتيجي والعسكري مراحل وأسلوب تهيئة المجتمع المصري لإزالة الآثار النفسية والمعنوية لعدوان يونيو سبعة ستين كذلك حشد الرأي العام وتكوين ظهير شعبي قوي لدعم القوات المسلحة للإعداد لحرب أكتوبر 1973 المجيدة التي كان لتلحم الشعب مع قواته المسلحة السبب الرئيسي في نجاحها بالصورة التي أبهرت العالم وغيرت الفكرة والتاريخ العسكري وأشار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن احتفالات مصر هذا العام بأعياد تحرير سيناء المجيدة تتواكب مع ثقة نواب الشعب وممثليه ببرنامج الحكومة متطلعين معها إلى تحقيق التقدم والرخاء لصالح المواطن المصري وألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة هنأ فيها الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء الغالية مؤكدا أن ثقة مجلس النواب في برنامج الحكومة سيظل دافعا قويا لبدل مزيد من الجهد والعمل من أجل مصرى المستقبل وخلال كلمته أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لخدمة أبناء الوطن مستلهمين عون الله في تحقيق أمن الشعب المصري واستقراره وقدمت الشاعر إيمان معاذ مجموعة من القصائد الشعرية في حب مصر تناولت فيها تلاحم المصريين معا ورغبتهم وطموحهم في العبور نحو مستقبل مشرق وقدم الفريق سامى عسكر قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب شرحا تفصيليا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تشمل إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وكافة سبل الرعاية لأبناء سيناء وفي نهاية الندوى أكد القائد العام خلال لقائه بقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة أن ذكرى تحرير سيناء ستظل في ذاكرة تاريخنا الوطني والقومي رمزا لعظمة الإرادة المصرية وقواتها المسلحة التي ستظل بعطاء رجالها وتضحياتهم دوما درعا قويا للوطن يحمي قدسية أراضيه وحصنا منيعا للشعب يصون له تاريخه وأمجاده وأشاد بالجهد الذي يقوم به رجال القوات المسلحة للقضاء على التطرف والإرهاب في سيناء مؤكدا أنهم يثبتون كل يوم أنهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه بما يقدمه من عطاء وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره حضر الندوى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرار الرئيسية وعدد من نواب البرلمان وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المدنية